اشتركوا في القناة نيجيريا وغانا أمس السلساء أحداث فوضى في إيابة دورة الحاسم من تصفيات كأس العالم والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وأصفرت عن تأهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم وعلن الاتحاد الزنبي لقراطة القدم وفت الطبيب كابونجو والذي يعمل في الاتحاد الدولي لقراطة القدم وكان يمثله وكذلك كاف مباراة نيجيريا وغانا وتوفي على الطبيب بعد إصابات بالغة من الجماهير التي اكتحمت الملعب وذلك قبل أن تدخل الشرطة بالنزول إلى أرض الملعب وتفرق التجمهر بالغاز المسيل للدموع وأكد أندرو رئيس الاتحاد الزنبي لقراطة القدم أنهم في انتظار التقرير الكامل من الاتحاد الدولي وكذلك فيبا لمعرفة ما حدث بالضبط قبل الخوض في أي أمور أخرى في هذا الشأن وكان المنتخب الغاني قد تأهل بهذا التعادل على حساب نيجيريا إلى كأس العالم وذلك للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 2006 و2010 وأيضا 2014 نشكركم على حسن المتابعة فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز على الكل تشجيعا لنا حتى يصل لكم منا كل جديد وحصري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته